مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة ثلاثة واربعة كيف أتعرف أنني مريض كيفاش نعرف رسبي أنني مريض لكن قبل أن ننتقل إلى وضعية الانطلاق سنقوم بتذكير لما رأيناه في الحصة السادسة لماذا أنظف أسنان بعد الأكل فقلنا تنظيف الأسنان بعد كل وجبتين أي بعد الأكل ضروري لماذا لتفادي تسوسها ولتفادي ألام الأسنان كما يجب علينا أن ننظف الأسنان بالفرشات والسانون بعد كل وجبة غدائية لوقايتها وكما قلنا من التسوس لوقايتها من التسوس في الصورة الأولى إنني مريضة إذن هذه الطفلة فهي تشعر بألام في بطنها ثم في الصورة الثانية نلاحظ هذا الطفل فأمه تقوم بقياس درجة حرارته السؤال الذي يمكن أن نطرحه ما هي العلامات التي تبين أنني مريض كيفاش نعرف رأسي بأني مريض فممكن نحس بألام في بطني في رأسي ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة دي الرضيع يعني الرضيع لا يمكنش يهضر مع الأم دياله ويقول لها بأنها مريض فقط لما يكون مريض فهو يبقى بكي 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 والأم دياله أول حاجة ممكن تعبر له درجة الحرارة فإلى لقى درجة الحرارة مرتفعة يعني كتعرف بأن فيه سخانة لقى درجة الحرارة عادية فهناك خصصة الده للطبيب المختص إذن كيفاش غادي نعرف أراسي بأنني مريض فيمكنه أن نفترض مايلي إذن أقترح مايلي سنقترح غياب شهية الأكل ممكن الطفل ما يأكلش غياب شهية الأكل إلى الطفل ما يأكلش فهو بطبيعة الحالة مريض الإسهال إذا أصيب بالإسهال فهو مريض الحمى الحمى أو الأسخانة فهذه من علامات المرض إذن قلنا الحمى التقيع والإسهال من علامات المرض غياب الشهية الإسهال الحمى من علامات من علامات المرض هذه علامات المرض غياب الشهية غياب الشهية الإسهال الحمى من علامات المرض من علامات المرض فإلى ظهرت هذه العلامات أو لعلامات أخرى فهنا الطفل فهو مريض ويجب أن نأخذه إلى الطبيب ما سأقوم به أبحث في وثائق تبين أهم علامات المرض عند الطفل من علامات المرض الحمى التقيع الغثيان السعال الإسهال التعرق فقدان شهية الأكل تغير لون الجلد هذه من علامات المرض الأخرى فاذكرنا الإسهال والحمى وغياب الشهية أيضا تقيع السعال من كي يبقي السعال باستمرار التعرق يعني هنا ارتفاع درجة الحرارة وتغير لون الجسد فإلى التغير كذلك اللون الجسد فهذه من علامات المرض ذلك ما يمكن أن نستنتجه فمن خلال الأنشطة السابقة توصلنا إلى أن من علامات المرض عند الطفل ذلك من علامات المرض من علامات المرض نقطتان الحمى الحمى فصلة التقيع الغثيان السعال السعال فقدان الشهية تغير وتغير لون الجلد أو لون الجسد ثلاثة نقطة للحد إذن من علامات ليست فقط هذه العلامات ولكن من العلامات نقطت للمرض إذن من علامات من علامات المرض الحمى الحمى أن أشعر بأي علامة بأي علامة من علامات المرض فإن جسمي سليم جسمي سليم يجب أن أزور الطبيب إذا ظهرت على جسمي بعض علامات المرض في لحسيت بشي حاجة كدرني فأولا يجب أن أخبر والدي فهناك نشوف العلامة دي المرض وكيخصني كما قلنا نزور الطبيب إذا كانت فيها علامة من علامة المرض التي ذكرنا أو علامة أخرى من علامة المرض دائما يجب أن أزور الطبيب إذا ظهرت على جسمي بعض علامات المرض المعجب المرض المرض الحم الفييفر الألم لدولور السعال لتو لدولور الفييفر لملدي أعبئ تعلماتي أضع علامة في تحت البطاقة التي تدل على علامة المرض قد نوضع العلامة في تحت من البطاقة لكي تدل على علامة المرض الإسهال في الإسهال من علامات المرض اللعب هذا اللعب فهو ممرج التقيئ من علامات المرض الحمى أيضا من علامات المرض شيء عادي للأكل فهو ممرج الألم ألم في الرأس ألم في الرجلين في اليدين في البطن أي ألم فهو من علامات المرض لدينا الألم الحمى تقيئ والإسهال هذه من علامات المرض وبهذا ننهي تمارين صفحة 43 نلتقي في الصفحة 44 أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الأول والتي يظاهر أمامكم في البلايليست وبالرجع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء